لا يزال الحديث عن إجراء الانتخابات المبكرة في العراق مشبعا بالتوقعات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد الصراعات السياسية وشغور المحكمة الاتحادية والاهتزازات الأمنية فضلا عن المال الخارجي والداخلي جملة ملفات تحولت إلى عراقيل جدية على طريق إجراء الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر المقبل وفق المراقبين عوامل ساهمت أيضا بطرح خيار إجرائها في موعدها الطبيعي والدستوري عام 2022 أنا أتوقع أن تكمل الدورة الانتخابية دورتها لأن هناك عدم انسجام وثقة ما بين البرلمان حكومة التنفيذية أو الجهة التنفيذية والجهة التشريعية من أجل أن يتنازل البرلمان عن حقه وقبل الشهرين كما ينص الدستور نفس الوقت هناك أكثر من إرادة تقول أن لا يمكن إجراء الانتخابات في هذه المرحلة تحول ملف إجراء الانتخابات إلى السلطة التشريعية وفق المحددات الدستورية ما جعل موعد إجرائها الجديد قابل للتعديل أو التأجيل فالبرلمان مسؤول عن حل نفسه والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية صاحبة الحكم النهائي على نتائجها ومن دون الخطوتين فإن المواعيد المبكرة غير ملزمة يجب أن لا يغيب عن الناخب أن هناك إرادات سياسية من قبل بعض الكتب السياسية في أن تكون الانتخابات في موعدها المحدد في 22 يعني نيسان 22 وليس كما تريده الحكومة الشارع العراقي الذي بدى عليه عدم التفاؤل تجاه الانتخابات حتى الآن لم يحدد خياراته باستثناء الجمهور الحزبي الذي استبق المواعيد وحزم أمره بالمشاركة وتحديث بطاقاته الانتخابية الكتل السياسية العراقية أمام اختبار حقيقي لترميم الثقة مع الشارع الذي طالب بانتخابات مبكرة لتحقيق طموحاته بإصلاح النظام السياسي وضمان حقوقه المعيشية فالكرة باتت في ملعب الأفريقاء والشعب لتحديد مستقبل بلادهم محمد الفهد بغداد الميادين